ثانيين من الزملاء واحد منهم موظف والثاني غير موظف اللي ما هم موظف كان يحس بوجع في جسمه ويسولف على أخوية الموظف وكان يا أبو فلان والله أني يحس بوجع في جسدي لها أيام هو معي وملزمني كان أخو فلانا ما كشفت ما تطببت ما رحت وشفت وجهت على نفسك بعد الله سبحانه وتعالى قال والله أني رحت وفعلت قال عندي واش تبي تعطين قال هذا كرت التأمين في شركة العمل معطيني إياها من ميزات العمل اللي أنا فيها أنهم يؤمنون لي في إحدى شركات تأمين وراجع فيها المستشفيات وراجع فيها المستصفات بعد الله سبحانه وتعالى في إحدى دول الخريج وفلان يمكن يطلبون البطاقة لا لا والزمن في زمن قديم ما يطلبون البطاقة كرت حقك حق التأمين وتعطيهم إياها يقول وفعلا راح خوية واخذ كرت التأمين وصل للمستشفى وقال هذا كرت التأمين وأنا فلان استقبلوه وعملوا البحوصات اللازمة ثم قالوا بكرة إن شاء الله اتراجع راح جاء من بكرة خويه لي في العمل استغل في العمل وهذاك ركب سيارته وراح للمستوصف بيطمئن عن نتيجة وصل لمهم دخل على الطبيب قال اسمع نتيجة التحليل تبين عندك يعني زائدة الدودية في جسدك وصراحة هذه خطيرة عليك ولا بدنا نستأصلها يا دكتور قال هل حين تدخل ونزين لك قال اتصل على الخويه اتصل عليه وقال له قصة كذا 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 وبيزينون لي عملي قال رح وانا عامر وزين العملية وان شاء الله بدنانا قدامك العافية واشادي صار دخلوا غرفة العملية جحة العملية فاق صاحبنا وطيب ولا بل العافية جاء خويه العصر وزارة وطيب ولا بخلاف مرة اليوم الأول بسلام دكتور تجلس يومين عندنا واليوم الثالث نخرجك مرة اليوم الثاني اليوم الثاني بعد صلاة العشاء أعلنوا وفاة صاحبنا لزين العمل استنفر المستشفى أتى الطاقم الطبي كله وش اللي صار وش اللي فيه قالوا ممكن في خطط طبي قال الطبيب لا العملية ناجحة مئة بالمئة وها في خطط طبي ولا يحزنوا وش السبب جاءت لجنة طبية من المدينة ومن العاصمة دخلوا في الملف كشفوا عليه السبب مجهول بعد تقريبا يومين وثلاثة من وفاة الله اغفر الله ورحمه وتوصلوا إلى السبب لا نتوقعه جميعا فما سبب وفاة مروان الله يغفر الله ويرحمه مروان أثناء العملية صار معه نزيف واحتاج أنه يضعون فيه دم مروان داخل باسم من؟ باسم عامر فتحوا الملف الطبي اللي هو أفصلا للعامر لأنه داخل بالتأمين الطبي باسم عامر لما افتحوا الملف الطبي وجدوا أن فصيلة عامر هي الفصيلة الفلانية مباشرة رحوا بنك الدم وجابوا له دم ووضعوا فيه كان دم مروان تلف عن فصيلة دم عامر حقا وفي مروان فصيلة دم لا تناسبه بعد يومين أو يوم ونص صار عنده تجلطات وتوفى والله عز وجل بعد من كشفت القضية يعني الأمر صارت مكشوفة أمام الجميع ما الذي حدث لعامر عامر فصل من وظيفته ودخل فيه مساءلات قانونية بسبب أن التزوير كان يعني سبب يعني من أسباب وفاة صاحبه لأنه زور الأوراق وعطاه التأمين الطبي ودخل في قضايا وخسر وظيفته وخسر صاحبه أحيانا بعض الفزعات وبعض ضربات الصدر أنت وتولد صاحبك ومن فزعت له يعني موارد الحركة أنا لا أقول ذلك ولا يقول لا تفزعوا لحد لا فعلا افزع واجتهد وبدل المعروف وكن بصف منه يعني محتاج المساعدة وكن يعني شفاعتك شفاعة حسنة لكن انظر لأبعاد تلك الشفاعة أو تأبعاد تلك ضربة الصدر كما يقال إن كانت لا تضرك ولا يضر صاحبك وينتفع بها فبادر بذلك إن شاء الله أن القصة يعني أفادتكم وابعثوا بها من تحبون الله أفقنا وإياكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر